مرة أخرى أتمنى أن احنا بس يكون عندنا حالة رحمة ببعضنا البعض ولما يكون فيه لاعب حظه سيء، لاعب عنده مشكلة، لاعب محتاج أنه يتم يعني لاهتمام به، آه هو حظه سيء، الحقيقة هو كان حظه سيء الفترة اللي فاتت كلها على الجانب الآخر لازم كمان مروان يشتغل على نفسه، لازم السرعة، فكرة السرعة محتاج يشتغل على نفسه احنا تفرجنا على لعيبة الأهلي وتفرجنا على لعيبة بايرن ميونيخ مثلاً فيه فرق رهيب في البنية الأساسية بتاع بين اللعيبة البنية الجسمانية بين اللعيبة المصريين وبين اللعيبة الأجانب وبالذات مثلاً الألمان محمد صلاح نفسه قبل ما يسافر غير محمد صلاح لما يسافر فيه بنية جسمانية تانية، فيه جيم بطريقة تانية، فيه رياضة بطريقة تانية فيه جري بطريقة تانية، فيه تغزية بطريقة مختلفة وبالتالي اللاعب بيبقى شكله مختلف البنية الجسمانية للعيبة وأتمنى ده يكون طبعاً فيه أكيد لياقة فيه مدرب لياقة بدنية موجود في النادي الأهلي وموجود في كل النوادي وموجود أيضا مع المنتخب مدربين اليقى البدنية محتاجين يشتغلوا أكتر أخصائي التغذية محتاجين يشتغلوا أكتر على اللعيبة محتاجين إن إحنا طريقة أكلهم نوع أكلهم الناس دي لازم يبقى شكلها مختلف عشان تبقى سرعتها مختلفة عشان نقدر إن إحنا نحقها اللي إحنا عايزينه مرة أخرى مروان محسن ما بين فكرة التعاطف والتنمر يعني أنا لا مع التعاطف ولا مع التنمر أنا مع الحق والحق يقول إنه لاعب مهم حظه وحش تعصر عدد من المرات محتاجين نشتغل عليه هو محتاج يشتغل على نفسه محتاج كمان نفسيا يشتغل على نفسه عشان يقدر يعدي هذه الفترة لكن ده لاعب مهم لاعب مهاجم مهم للنادي الأهلي مش لازم نخسره ومش لازم نتنمر به بالشكل ده لازم نرحم بعض طبعا جمهور الأهلي بيقولك وأنا زنبي إيه أنا دلوقتي عندي بطولة زنبي إيه إن أنا في كل ده إن أنا أفضل أخسر نتيجة لاعب يخسرني صحيح لكن ماسي ضيع رونالدو ضيع ناس كتيرة من مهاجمين العالم كله ضيعه فخلونا روح ماء ببعض بدل ما دايما نبقى قصين كده على بعض وحط نفسك مكانه أحيانا الرحمة بتبقى كويسة ترجمة نانسي قنقر